بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قالوا يكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحاته القسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل آيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وغمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافرون أولئك محواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير يقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعا ما لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زلنا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تكلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل ما تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عم ما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بلدهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يفكرون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين لهم الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغلكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيا لا تعبدون فكفى بالله شهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادت لكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت قلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يؤمن من الحق شيئا إن الله علم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتحسين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين بل كتبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأحيهم تأويله كذلك كتب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم في المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يؤمن إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسق وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا دوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاختدت به وسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا نظلمون ألا إن الله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإيه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدونا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رسق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شحر وما تكلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تكون في شحر وما تكلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكعنوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذي لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحسنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا نفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بلا كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قوم المعتدين ثم بعثنا من بعدهم نوسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكفروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نعم لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ماء ثم القوة فلما ألقوا قالوا موسى ما جئتوا به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آلات بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعل بيوتكم قبلة وأخيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوة كما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعان فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بل من إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل لا تضرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتضروا إني معكم من المتضرين ثم نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علي لا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حريفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد الفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين